عادت قوائم نقابية في وزارة الأشغال إلى ساحة الاعتصام مجددا للمطالبة بإعادة الانتخابات والرد على ما اعتبروها اتهامات من رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سبب الاعتصام هذا ردت فعل إلى رئيس الاتحاد العام بصفته رئيس الاتحاد بأن الاعتصام السابق ما جاء عدده بضع أعضاء القائمة بالتفاهم مع مدير شؤون القوة بطلب منه في أن يفضل الاعتصام الساعة 11 قررنا الساعة 10 صباحا أن نلقي الاعتصام اعترف اعتراف صحيح رئيس الاتحاد بتلفزونه على قناة المجلس بأن تم الموافقة على المناديب أريد أقول تم الموافقة على مندوبين المعتصمون قالوا أن الخلافة بين اتحاد العمال والاتحاد العام للقطاع الحكومي لا يعنيهم بشيء رافضين اتهامهم بالتباعية لأي جهة شيء هذا غير صحيح واحنا وقفنا بانتخابات 30 واحد ورفضنا الانتخابات هذه بناء على مخالفة اللائحة الداخلية النقابة وزارة الأشغال والقطاع الحكومي شوفت عينكم انتم موجودين ومقاعد يساندنا بأي شيء اللي موجودين كلهم أعضاء الجمعية العمومية احنا ما دخلنا علشان نصفي حسابات أو ما حسابات يعني هو بينه وبين الشخص خاصم ما احنا ما ننتدخل في الأمور هذه احنا جينا خدمة أول شيء للعمال للطبغة العمالية ثاني شيء احنا يعني بصراحة يعني ردا على تصريح الأخ سالم الشبيب العجمي رئيس التحاد العمال اجتماع غدا يجمع القوائم المنسحبة من الانتخابات مع مدير القوى العاملة أحمد الموسى للبت في اعتماد أو رفض نتائج الانتخابات التي جرت في الثلاثين من يناير الماضي بإشراف الاتحاد العام استمر اعتصام القوائم النقابية لوزارة الأشغال للمطالبة بإعادة الانتخابات وسط رفضهم لما اسموه إساءات وجهها لهم رئيس الاتحاد العام مطالبين هيئة القوى العاملة في اجتماع الغد بإنصافهم لتلفزيون المجلس أحمد الشمري